موسيقى بسم الله نبدأ مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم نود أن نذكر مشاهدين الأعزاء بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك لاستقبال الصور والفيديو على عنوانها يحدث اليوم بالإضافة إلى رقم الواتساب 0780450450 وهناك رقم مباشر لاستقبال الشكاوى والملاحظات وهو 06473711 ويسعد فريق البرنامج أن يتم التواصل معه من خلال هذه العناوين مشاهدين فاصل قصير وأكون معكم في قراءة لأبرز وأهم عنوين ومتابعات حلقتنا لهذا اليوم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد وأقرأ على حضراتكم أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم وفي العنوان الأول المملكة تتأثر غدا بامتداد منخفض جوي ونتوجه وإياكم إلى البلقاء حيث مجلس محافظة البلقاء يخاطب الأشغال لوضع إشارة ضوئية على تقاطع الستين ومن مادبة حيث محول كهرباء داخل منزل يسبب إزعاج وخطورة على سكان المنطقة وإلى إربد نتوجه وإياكم حيث حفريات صرف صحيف المغير تلحق أضرارا بالمركبات والمواطنين ومن كفرنجة عمود كهرباء آيل بالسقوط يشكل خطورة كبيرة على المرة وأخيرا ومتابعة من مادبة كانت قد أثيرت بالأمس الاستفاف العشوائي يعيق حركة المرور إذن مشاهدين هذه أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم فاصل قصير وأكون معكم في أولى هذه العنوين مشاهدين العنوان الأول هو عن الحالة الجوية حيث امتداد لمنخفض جوي يؤثر على المملكة غدا وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالسيد رائد رافد آل خطاب مدير دائرة الأرصاد الجوية سيد رائد صباح الخير يعطيك ألف عافية إذن سيكون ضيفي في المتابعة الأولى السيد رائد رافد آل خطاب مدير دائرة الأرصاد الجوية وسنتحدث عن تأثير منخفض جوي سيؤثر على المملكة بإذن الله في الغد سيد رائد صباح الخير إذن سيد رائد رافد يعني نحن الآن نمر بحكنا بحالة انخفاض على درجات الحرارة وأيضا سنتحول وإياكم إذن نحاول نحن الآن الاتصال بالسيد رائد رافد حتى نأخذ منه تفاصيل الحالة الجوية لليوم وغدا ثلاثة أيام تقريبا مقبلة وسنتحدث عن تأثير هذا المنخفض الجوي والذي نأمل من الله أن يكون محملا بالخير وبالبركة بالأمطار إذن سيد رائد معنا نعم إذن فقدنا الاتصال مع السيد رائد رافد آل خطاب وسنتحدث عن الحالة الجوية في حال تم التواصل مع السيد رائد وسنتحدث عن منخفض جوي حيث يعني في مرات سابقة كنا قد تحدثنا في أنه في منتصف الشهر الحالي شهر 11 سيكون هناك حركة لوجود منخفضات جوية تلوح في الأفق قد تؤثر وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وأيضا سقوط الأمطار إذن مشاهدين يعني لم نستطع التواصل مع السيد رائد إذن فاصل قصير ثم نعاود حلقات أو نعاود عنوين حلقتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر مشاهدين نتوجه وإياكم إلى البلقاء ومن البلقاء مجلس محافظة البلقاء يخاطب الأشغال لوضع إشارة ضوئية على تقاطع الستين وللمزيد اسمحوا لنا أن أرحب في هذا الصباح بالسيد إبراهيم العوام لرئيس مجلس محافظة البلقاء ومعي ضيف آخر السيد عمر محارمي الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان وبداية أرحب بالسيد إبراهيم العوام لسيد إبراهيم صباح الخير يعطيك العافية صباح الخير ستي الله يسعد صباحك صباح جميع المشاهدين أهلا ومرحبا بك إذن هناك مخاطبة من قبلكم للأشغال لوضع إشارة ضوئية على تقاطع الستين لماذا جاءت هذه المطالبة لو تكرمت تفضل نعم ستي نتيجة المطالبات المستمرة من قبل المواطنين سكان منطقة الشارع الستين وموظفين جامعة البلقاء دائما بيجينا طلبات منهم بأن هذه الإشارة فيها أكثر من مشكلة المشكلة الأولى أنه في محطة محروقات بعدها يكون في معاكسة للسير من خلالها المشكلة الثانية أنه بتعرفي أوقات الدوام جامعة البلقة وفي وجود أيضا مدرسة حسني فريز في عدد ضخم جدا من الموظفين والطلاب فهذا في فترات الصباح وفترات ما بعد الظهر يكون فيه أزم كثير على هذا التقاطع بالذات نعم يعيق حرقة شارع الستين اللي هي الغاية منه كانت أنه يكون شارع انسيابي وسهل الحركة باتجاه الأغوار ومنطقة عيرا ويرقا نعم نعم إذن هناك رؤية بأن وضع هذه الإشارة يخفف من هذه الاختناقات المرورية التي تحصل على شارع الستين وقد يعني تنهي أو يعني تخلي الشارع مثلا عمل لأن يكون به حركة انسيابية هذه المطالبات هل تقدمتم بها إلى الأشغال فيه مطالبات سابقة للأشغال وبعثنا قبل فترة أيضا كتاب لاحق لكتابنا ولحديث الآن إحنا كمجلس محافظة ما وصلنا الرد بالطريقة الرسمية متى كانت آخر مطالبة لو تكرمت؟ آخر مطالبة قبل أسبوع تقريبا نعم قبل أسبوع كان سابقة مطالبات أخرى أيضا كان فيه موجود مطالبات ومن خلال عطوفة المحافظة أيضا وأعتقد أنه اللي كانت الكتب توجه للوزارة نعم طيب هل هناك أي اضافة سيد إبراهيم قبل أن أنتقل إلى السيد عمر محارمة؟ يعني بتمنى بتمنى أن يكون فيه سرعة استجابة بالحلول أو عمل دراسة إذا ما كان فيه إمكانية لعمل إشارة ضوئية يكون فيه أي حل آخر لهذه المشكلة اللي بيعني منها مواطنين نحن إن شاء الله وشكرا لك واسمح لنا أن نرحب بالسيد عمر محارم الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان سيد عمر صباح الخير يعطيك العافية صباح الخير إليك ولكل مشاهدي شاشتنا الوطني أهلا ومرحبا بك إذن هناك مطالبات من مجلس المحافظة بوضع إشارة ضوئية على تقاطع الستين يعني آخر مطالبة كانت قدمت لكم قبل أسبوع يعني إحنا حبينا نعرف هل تتفقون وإن كانت هناك موافقة متى سيكون هذا الإجراء تفضل شكرا شتي الحقيقة وصل أكثر من طلط يعني نعم سواء من مجلس المحافظة سواء في محافظة البلقاء أو من مواطنين تتدموا بطلبات حول الموضوع نعم خلال شهر آذار الماضي تم عمل دراسة مرورية للموقع بناء على هاي المطالبات نعم ويعني خلاصة الدراسة المرورية اللي نفذوها مهندسي الوزارة بالإضافة للإخوان بالأمن العام في المعهد المروري كانت التوصية بعدم إقامة إشارة ضوئية في الموقع لأنه تأتي في فكرة الطرق الدائرية توفير ثيابي حركة المرور دون توقف ووجود التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية أو دواوير أحياناً بتعيق حركة السير وتكفف من إنسيابية المرور على هاي الطرقات نعم الموقع اللي حكى عنه أخوان إبراهيم فعلاً فيه عليه مخالفاته وليس عليه يعني ما عليه إنسيابية حركة عالية والله بوجود إشارة ضوئية عليه مخالفات فيه معاكسات للسير من الخارجي من المحطة المحروقات القريبة من الموقع من بعض طلاب الجامعة اللي بيخالفوا أو بعكس السير حتى يختصوا على حالهم مسافة الذهاب لأقرب نقطة التفاق نعم الموقع بالطلب تكثيف الرقابة الأمنية عليه ممكن يكون فيه دراسة يعني جديدة رح ننفذها بناء على الطلب اللي وصلنا مؤخراً من مجلس المحافظة نشوف إذا كان فيه مجال يعني العمل على الجزر الوسطية على الأرصف الجانبية حيث نمنع قصة لا يوجد في الموقع الذي نتحدث عنه جزيرة وسطية لا فيه أنا بحكي عن تعديلات عليها حيث نمنع قصة المعاكس بالسير وحيث نوفق إنسيابية للحركة على هذا الطريق بإذن الله الموضوع خلال أيام سيتم دراسة من قبل المهندسين مرة أخرى وإذا تبين أنه يعني فيه تغييرات تستلزم موجود إشارة ضوئية يعني رح نمشي بالإجراءات نعم نعم إذن سيكون هناك فريق هندسي يزور الموقع وستكون له الكلمة الأخيرة في حال كان هناك يعني جدوى من وجود إشارة ضوئية لأن المخالفات هي فردية من بعض المواطنين شاكرين إلك سيد عمر وسنتابع هذا الموضوع يعني بعد الانتهاء من هذه الدراسة شكرا لضيفي في هذه المتابعة سيد عمر محارمي الناطق الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان والسيد إبراهيم العوام لرئيس مجلس محافظة البلقاء شكرا لكم أعزائي مشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله إذن مشاهدين الحالة الجوية حيث حالة أو منخفض جوي يؤثر على المملكة غدا ونرحب إياكم بالسيد رائد رافد آل خطاب مدير إدارة الأرصاد الجوية سيد رائد صباح الخير يعطيك ألف عافية صباح الخير أخت سلمة لكم وصباح الخير لجميع المشاهدين أهلا بكم أهلا ومرحبا بك ونستعلم من خلالك عن الحالة الجوية والمنخفض الذي سيؤثر على المملكة غدا خلال الأيام الثلاثة القليلة المقبلة تفضل إن شاء الله يعني بداية قبل ما أتحدث عن المنخفض اليوم بالنسبة لليوم بظل عندنا بمشيئة الله وبفضل الله أنه يكون هناك بعض الزخات المطرية خاصة في المنطقة الجنوبية والشرقية وجنوب شرق المملكة ممكن يسحبها الرعد في خاصة فترة الظهر وبعد الظهر نعم فبظل عندنا اليوم الإثمين نتيجة وجود حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي فبالتالي إحنا توقعاتنا أنه بعض الزخات المطرية اللي ممكن تحدث خاصة في المنطقة الجنوبية والجنوب شرق والمنطقة الشرقية في الفترة هاي هاي الزخات المطرية راح تكون متوقعة في الفترة هذه طبعا بالنسبة لباقي المناطق بشكل عام الفرصة بتكون ضعيفة يوم غدا غدا الثلاثة احنا راح نتأثر حسب ما احنا شايفين هناك تحرك لمنخفض جوي من جهة اليونان راح يتمركز غدا طوق قبرص هذا المنخفض هو يعتبر أول منخفض جوي أثر علينا هذا الموسم وحسب التوقعاته طبعا مش منخفض عميق لكنه منخفض جوي يجلب لنا الأمطار بمشيئة الله غدا الثلاثة بالمناطق الشمالية والوسطى ومن ثم تمتد التساقطات المطارية بين الحين والآخر بمناطق الجنوب وأجزاء من المنطقة الشرقية من المملكة يعني منقدر نقول أجلب مناطق المملكة قد تشهد هطولات حتى بالمؤشرات والتوقعات راح يكون في هناك في بعض الفترات هطولات مطرية قد تكون لفترات محدودة غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد وفرصة تساقط حبات من البرد وبالتالي احنا بالنسبة ليوم الغد برضو كمان راح يكون فيه انخفاض على درجة الحرارة يعني بكرة الثلاثة أخت سلمة نعم راح يكون فيه حوالي انخفاض منموس يعني بحدود تقريباً خمس درجات من أربع لخمس درجات عن اليوم فبالتالي راح نشعر شوي بالبرد نعم مقارن بالأيام اللي احنا شفناها طيب راح يكون الجو نوعاً ما بارد نسبياً وبدنا ننتبه لهذه النقطة أنه فيه تغيير شكل عام بالكتلة الهوائية المؤثرة نعم وطبعاً زي ما ذكرت مع هذه الحالة الجوية وأول منخفض الجوية يؤثر علينا ان شاء الله نستبشر خير بهذا المصدر ان شاء الله ان شاء الله إذن سيكون هناك زخات مطرية أو خلينا نقول سقوط للأمطار وستؤثر تقريباً على كافة مناطق المملكة تبدأ من الشمال وتمتد حتى الجنوب وأيضاً انخفاض على درجات الحرارة هذا بالنسبة للغد والأيام المقبلة يعني الثلاث أيام المقبلة بالنسبة ليوم الأربعة بيظل أنه بمشيئة الله حسب التوقعات والتحليلات أنه راح يكون هناك لحد فترة الحصر فرصة لبعض الزخات الخفيفة راح ضل الجو بارد نسبي يوم الأربعة وحكينا أنه درجة الحرارة راح تكون أقل بحوالي درجتين عن معزلها نعم متوقع مثلاً عمان العاصمة عمان الثلاثة والأربعة تسجل حوالي 19 درجة مئوية يعني احنا كنا نتحدث عن 27 و28 درجة لكن الثلاثة والأربعة راح تكون حوالي 19 نعم اليوم الأربعة راح يكون الجو بارد نسبي لائم جزئياً تشكل ضباب في ساعات الصباح في أغلب المناطق الجبلية بما فيها مناطق غرب عمان والجبال بشكل عام بتظل فرصة لحد العصر لبعض الزخات المطرية خاصة في الشريط الغربي من المملكي يعني الشمال وسط وجنوب غرب هذه المناطق تظل فرصة لحد العصر لبعض الزخات الخفيفة من المطر وفترة المساء وليلة الأربعة على الخميس تغيير الجو إن شاء الله للتستقرار ناقص الويوم وأيضاً مع تشكل ضباب ليلة الأربعة على صباح الخميس والخميس راح ترتفع شوية درجة الحارة وجو بكون مستقر الخميس والجمعة بمشيئة الأرض إن شاء الله إذن هذه هي الحالة الجوية لمدة ثلاثة أيام مقبلة سيكون لنا لقاءات قادمة شكراً لك بتحذيرها يعني بالنسبة لإحنا زي ما حكيبا اليوم التنبيه خاصة في المنطقة الجنوبية وجنوب شرق وشرق من نبه الإخوة المواطنين من الانتلاقات على الطرقات غداً الثلاثة تنبيهنا من بالإضافة لتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغيوم والضباب الغيوم المنخفضة الملامس لسطف الأرض خاصة فوق الجبال العالية من نبه من احتمالي تشكل السلوية جريان هذه السجول في الأودي والمناطق المنخفضة خاصة بالمناطق المتوقعة يكون فيها غزارة في الوطول المطري بالذات للشريط الغرب من المملكة الشمال ووسط نعم زي ما حكينا هناك بعض الفترات سيكون في غزارة في الوطول المطري نأخذ الحيطة والحذر نعم وشكرا لكم أيضا على هذه التحذيرات والتي نتمنى أن تأخذ بعين الجدية لأهميتها وحفاظا على سلامة جميع المواطنين في كافة مناطق المملكة كل الشكر إلك سيد رائد رافد آل خطاب وأنت مدير دائرة الأرصاد الجوية شكرا لك أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله مشاهدين ونتوجه وإياكم إلى مادبا ومن مادبا الاستفاف العشوائي يعيق حركة المرور وهذه المتابعة كانت قد أثيرت معنا في برنامج يحدث اليوم بالأمس واسمحوا لنا أن نرحب في هذا الصباح بسيد عارف الرواجيف رئيس بلدية مادبا سيد عارف صباح الخير يعطيك ألف عافية يا أهلا صباح الخير أهلا ومرحبا بك بالأمس كنا قد تحدثنا معك عن هناك استفاف عشوائي يؤثر على حركة المرور في مادبا وأطلعتنا على بعض الحلول ما الجديد في هذا الصباح تفضل بداية نشكر لكم لإضاحة مزيد من التفاصيل حول معالجة بلدية مادبا الكبرى بهذه الأزمات المؤقتة اللي هي بالعادي دائما آخر الشهر لأنه قلب المدينة في عدد من البنوك المتجاورة وأزمة الرواتب وما شابه ذلك سيدتي إحنا وجدنا من المهم أنه نوفر مريض دائري يخفف من الأزمات داخل المدينة لذلك ربطنا شارع الرئيسي مدخل مادبا الشرقي شارع الملك عبدالله حفظ الله ورعاه بشارع الملك رانية بتواصل مع شارع مكة وهذا الشارع الدائري دي مادبا يلتف حول مدينة مادبا من الجهة الشمالية الغربية الجنوبية بمعنى يلتقي مع الثلاثة الشوارع حتى الداخل لمدينة مادبا ما يدخل المدينة وبنفس الوقت في حالة وجود أزمات يكون فيه طريق بديل أنه يقدر يتحرك من خلالها وأيضا لابد من الإشارة أن هناك ست مواقف عامة مجانية داخل المدينة ساحات معبدة ومجهزة لاستقبال سيارات إخوان المواطنين مجانا سيد عارف هذه المواقف المجانية هل هي قريبة من وسط المدينة والتي تصبح بها الأزمة؟ هي في وسط المدينة ومجاورة تماما حتى لمبنى البلدية وأيضا لابد من الإشارة والشكر إلى مدرسة الروم في ساحة أيضا عامة بيقفن بها السيارات لكن كونه خاصه بتقاضى مبلغ بسيط من إخوان المواطنين الآن يا سيدتي نبحث الآن في وسط مادبة الجميلة اللي أنفق عليه مبلغ ست مليون في عام الألفين وسبعة من شوارع وخدمات ونية تحتية مميزة إلا أن إخوان المواطنين نتمنى عليهم وخاصة أبناء مادبة اللي بيشتغلوا بعمان وخارج عمان أنه الاصطفاف اللي فتر تربع ساعة بالأمس أنا أشرت إلى أنه هناك اتفاق بين البلدية والسير والمحاضرة وغرفة التجارة أنه يمنع وقوف التجار في هذا الموقع حتى يكون فيه حركة سيارات وبيعه وشراء عنده وبنفس الوقت اللي بيقفوا لفترات طويلة ممكن يقعد يوم ويومين ثلاثة رح يكون فيه إجراء مخالفات كونه حجد موقف عام ورح يكون فيه إشارات وشواخص تؤكد عن الوقوف بحد أعلى لفترة ما بين ربع ساعة إلى مصدعفة وبعدها يتم تحرير المخالفة نعم إذن يعني أنه حابين أنه نشير من خلالك سيد عارف إلى من يستمع لنا بأن استخدام هذه المواقف ستكون متاحة فقط من مدة ربع ساعة إلى نصف ساعة ومن ثم سيكون هناك تعاون طبعا أو يوجد تعاون مع السير والمحافظة ومع كثير من المؤسسات الوطنية من أجل منع هذه الازدحامات بتقديم يعني بإعطاء مخالفات مرورية نعم صحيح وقد تم اللقاء أكثر من مرة في حضور رئيس برفي التجارة مهدبة ورئيس اسم السير وندوب من المحافظة والبلدية نعم اتفقنا والأشغال واتفقنا على أنه لا بد من التوعية أولا نعم وبعدها بيكون فيه الإجراء لأنه نحن مش حابين ننخالف لكن نحن حابين صحيح بيكون في طريقة تنظيمية لهذه العملية نعم إذن أكثر من إجراء يعمل به حاليا للحد من الحركة الاستفاف العشوائي وإعاقة الحركة داخل وسط مدينة مادبة وكل الشكر إلك سيد عارف إذا في إضافة قبل أن أختم لو تكرمت شكرا لكم وكل الاحترام والتقدير لهذه المؤسسة الرائدة في كل مجالات اللي إحنا بنتابعها وجهودكم طيبة ومباركة كل الاحترام والتقدير لك سيد عارف الرواجيح وأنت رئيس بلدية مادبة ويعطيكم العافية على الجهود التي تبدلونها من أجل تنظيم الوسط التجاري داخل مدينة مادبة شكرا لك أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله وإلى إربد نتوجه وإياكم مشاهدين ومن إربد حفريات صرف صحي في المغير تلحق أضرارا بالمركبات والمواطنين وللمزيد نرحب إياكم في هذا الصباح بالزميل حازم الصيحين من صحيفة الدستور ومعي على الطرف الآخر السيد منذر القبلان رئيس اللجنة المحلية في منطقة المغير والمهندس معا الربضي مدير أشغال إربد وزارة الأشغال العامة والإسكان وبداية أبدأ بزميلي حازم الصيحين زميلي حازم صباح الخير يعطيك العافية صباح الخير زميلي سلمة والله يعطيك العافية يا رب أهلا ومرحبا بك ونتحدث عن حفريات الصرف الصحي وكيف رصدتمها وهي تلحق أضرارا بالمركبات تفضل نعم زميلي سلمة أول شيء بدشير لنقطة أنه أنا قبل أكثر من ثلاث شهور تلقيت عدة ملاحظات من المواطنين وشكايات لكن أنا بلغت السكان أنه هاي مشروع صرف صحي وأكيد بده حفريات وحفر بعماق مختلفة نعم وأنه هذا الإشي بتطلب أكيد حفر بأكثر من جهة نعم لكن لكن وجميع السكان بدركوا هذا الإشي أنه طبيعة عمل المشروع لابد من حفريات نعم لكن المشكلة اللي صارت زميلي سلمة من سبعين وجاي أو أكثر وعادت الاتصالات أيضا والشكاوة أنه هاي الحفريات تركت على طول الشارع الرئيسي اللي هو مدخل البلد والشوارع الفرعية أيضا تركت بدون تسفيد وهذا الإشي بتعرفي يعني حفريات كبيرة ومختلفة ومركبات عمدار الثانية نعم هذا سبب أضرار فعليا وأنا ذرت في المكان أكثر من مرة سبب أضرار للمركبات وأيضا سبب أضرار لمئات المحل التجارية اللي هي موجودة على طول الشارع نعم نظافة للرغوبات نعم زميل حازم يعني أنت كونك أحط بالموضوع فبالتالي هل انتهت فترة العطاء الفعلية يعني انتهى العمل فعليا في مشروع الصرف الصحي ده لا المشروع على ما يبدو كمان سنة بس زميلي سلمة المطالب السكان بقولوا أنه هذا العمل لازم يكون منظم شكل أكبر يعني لازم يحفروا بجهات محددة ويخلصوا منها وينتقلوا لأماكن أخرى مش إحنا بلشنا شغل بالشارع الرئيسي كامل نتركوا لسانة كاملة نعم والشارع الفرعي كامل يعني المواطنين مركباتهم نعم مش قادروا لا على الفرعي ولا على الرئيسي نعم الحفريات هاي متروكة بدون أي تزفيت والناس والسكان بطالبوا أنه على أقلها نعم كل كيلومتر بخلصوه يتم تزفيته يزفتوه خصوصا إحنا على أبواب فصل الشتاء ومبارح ما شاء الله الشتاء كان شديد بإربت نعم فلابد فعلا لابد من في خلل أنا بقول في خلل فعليا نعم لابد من تدخل أشغال إربت وأيضا أنا بلدية إربت أيضا نعم اللي هي مجلسة محلية منطقة المغير نعم لازم يتدخلوا ويسرعوا العمل ويعالجوا الحفريات وتكون الأمور منظمة نعم بشكل أكبر وإنه هاي الحفر بختم إنه ما تنترك يعني أنا زورت المكان وأي سيارة الآن بتزورها والله ما بتقدر تفوت المغير نعم لازم ما تنترك لهاي الفترة صحيح أتفق معك سيد زميل حازم وأيضا هو حق لأهلنا ومطلب طبعا في المغير وأشكرك وأنتقل وأرحب بالسيد مندر القبلان رئيس اللجنة المحلية في منطقة المغير سيد مندر صباح الخير يعطيك العافية الله يعافيك أهلا ومرحبا بك إذن عن ما أتوقع ما طرح زميل حازم هو حق ومطلب يعني طبيعي لأهلنا في المنطقة بعد الانتهاء من العمل في مقطع معين من مشروع الصرف الصحي يجب أن يتم الانتهاء منه وتعبيد هذه المنطقة حتى نزيل الضرر الذي يلحق بالمركبات والمواطنين وخاصة في مدخل هذه البلدة تفضل رأيك العافية أهلا ومطبع عليكم ومطبع على وطننا الجميل على جلال سيدنا وإن شاء الله نجع لأهلنا في غزة إن شاء الله يتمحهم وتتكربهم إن شاء الله آمين خير الشارع الرئيسي ظل مغير فيها الشارع الرئيسي بالطول حوالي 6 كيلو متر لكن مشكلة بالشارع الرئيسي إنه هو صلاحية لأشغال العام وليس صلاحية البلدية ومع ذلك أنا كنا ندخل مع الأشغال العام هذا الموضوع نعم يعني ما نثيره حالياً هذه النقطة الشارع وهذا ما نثيره حالياً هو تابع للأشغال العامة تابع للأشغال العامة نعم في الشارع الرئيسي يوجد فيه أربع خطوط ضغط بالإضافة إلى أكثر من مئة وسطة منزلية نعم ولكن يوجد العديد من العواقل في الخطوط المياه الرئيسية خطوط الالتصالات للتعرضاء خطوط المياه السرعية مما يؤدي إلى تأخير بعض العمال نتيجة هذه الأمور بالإضافة إلى أعماق الصرف الصحي التي قد تصل إلى أكثر من خمسين متر في بعض المناطق نعم نعم وفي أعماق قطر إلى ثماني متر في بعض الشارع الرئيسية الفرعية الرئيسية صحيح هذه الأعماق هذه الأعماق تترك مفتوحة حتى بعد انتهاء العمل بها؟ لا لا المدير المشروعة بعيد للشاب تكروها بسكورس مادة البسكورس ببدئياً بس على ما يبدو أنه أيضاً حتى هذه التغطية بالبسكورس هي أيضاً تشكل مشكلة يعني تسبب مشاكل للسيارات لأنه قد يكون في تفاوت في الارتفاع وهذا طبعاً يعني أنتم أدرى بهذه المشاريع وما أثار الزميل حازم ستة المقاومة لا يستطيع إعادة الإنشاء في الشارع الرئيسي إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال خطوط الصرف الصحي والوصولات المنزلية يعني ما بلنا بلدفت جزئية لأنه الشرط ما بينه بين وزارة الأشغال أو مديري الأشغال الأربل أنه الانتهاء من الشارع الرئيسي كامل يعني سيبقى هذا الشارع على حاله معلقاً إلى فترة عام انتهاء المشروع؟ لا ستة الآن أثار اتفاقية ما بين المديري الأشغال الأربل ما بين رئيس بلدية الأربل الكبرى الدكتور ليبيلي الصوف راحي نعم مع المديري الأشغال الأربل والاتفاق مع مدير المشروع أنه راح يتم إعادة إنشاء أول 550 متر يعني من عندنا نقول طريق التجرة نهاية المغير حتى دوار البلدية وهذا يعني عطانا موعد من ثلاث أسابيع إلى شهر سيتم إعادة إنشاء هذا الشارع عادة إنشاء هنا نقصد بها التعبيد؟ التعبيد بالكامل نعم إذن خلال ثلاث أسابيع سيكون تعبيد لأول نصف كيلو مثل ما حضرتك ذكرت؟ نعم من ثلاث أسابيع إلى شهر سيتم إعادة إنشاء هذا الشارع بالكامل أول 550 متر إن شاء الله من هنا شهر راح يكون منتهي من عند دوار البلدية وحتى طريق الشجرة نعم إن شاء الله نتمنى ذلك وبذلك تكون يعني إحنا يعني استجبنا لمطالب المواطنين وإن شاء الله إنه قبل شهر لأنه مثل ما ذكر زميلي حازم الأمس كان في هناك أمطار في إربد نعم نعم صحيح إنه تدارحة كان في أمطار نعم المواطنين طبعا هم مستعين إحنا عارفين وإحنا لكن هاما مشروع بقم بدي شوي الصبر اللي بصلك لهذا الوصل بسمه في ضرر أيضا يعني قد يكون هناك حلول أكثر يعني يتمناها المواطن اسمح لي إني أشكرك وأرحب وأنتقل بالمهندس معن الربضي مدير أشغال إربد وزارة الأشغال العامة والإسكان مهندس معن صباح الخير يعطيك العافية صباح الخير يا أهلا 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 ومرحبا بك مهندس معن إذن ما نتحدث عنه الآن هو من اختصاصكم كأشغال بالتالي يعني يأمل المواطنين في حال الانتهاء من أي نقطة أن يتم تعبيد أجيزي أولا يخدو أنه الأستاذ حازن أخطأ بتوجيه بوصلة لمن يجب أن يتحدث معه أولا نعم أولا ثانيا الثانيا الطريق هي موجودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هناك عطاء صرف صحي يتبع إلى وجارة المياه ينفذ لمن قاطعا بطريق وزارة الأشغال العامة والإسكان نعم نحن كوزارة أشغال العامة والإسكان نقوم بإصدار التطاريح لهذا المقاول وأخذ كفالات مالية عليه من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ثابت نعم حتى أنا كوزارة أشغال ما بقدر أنا أخاطب مقاول السلطة وأقول له أنه تعال أنت يجتري كذا 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 المطرور كان في استضافة بأحد مهندسين السلطة اللي مشرف على الصرف الصحي من أجل معرفة متى سيتم الإنجاز في المشروع والإنتهاء من المشروع حتى أنا أقوم بمتابعة المشروع بإعادة الأوضاع ضمن مواصفات مجرد الأشغال عامة والإسكان نعم يعني هذا التنسيق هذا التنسيق المسبق مهندس معين هذا التنسيق المسبق قبل بدء المشروع يجب أن يكون نعم طب لماذا يا غيب يعني إذا مثلا البلدية غفلت عن هذا التنسيق الأشغال مثلا ما بتقوم بدورها وتشير إلى هذه النقطة السلمة من الشيخ السلمة نعم الموضوع من الشيخ كمقاول كمقاول من يتابعه هي خطة المياه وزارة المياه هي اللي بتابع المشروع من أجل إنهاء الموضوع من أجل انتهام الموضوع حتى أنا بكتب بكتب بدأت وجه خطابات شبه يومية إلى وزارة المياه يعني ما أعطاك تأخر في النفط الشداء قادم أما من ناحية إعادة الأوماع أنا كوزارة أشغال لن أقبل بإعادة أوضاع إلا بعملية تعديد كاملة لهذا الجزء من الطريق نعم يعني يجب أن يكون طرف معنا حتى نكمل يعني الموضوع بمهنية أن تكون المياه معنا في هذا الحوار نعم صحيح نعم نعم إذن يعني يمكن غفلنا كان يجب أن يكون معنا المياه حتى نتحدث عن هذه الجزئية ودوركم يعني يأتي بعد دور المياه في هذا الموضوع فكري إحنا دورنا زي ما حكيت لك إحنا جماعة وزارة الأشغال العامة والإسكانة نصدر التطاريخ ومنطلب إعادة الأوضاع إعادة الأوضاع حسب مواصفات وزارة الأشغال العامة والإسكانة نعم عملية إعادة الأوضاع هي من قبل المقاولة اللي حفر وأنا متابع له سأكون متابع له بإعادة الأوضاع نعم أنا ما عندي مخصصات أعيد أوضاع على الطريق وإنما المقاولة اللي حفر هو اللي بجي يعيد الأوضاع نعم نعم هو من سيعود نعم أنا هنا يجب أن أعود للسيد منذر سيد منذر سيد منذر نعم يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بينكم وبين أيضا المياه حتى يعني هي من تكمل هذا المشروع تقوم بإعادة الأوضاع 6% هي اللي طرحت هذا المشروع وفيه بنود اتفاقية ما بين ما بين 6% ما بين البلدية ما بين المشروع قبل ما يبلش المشروع فيه اتفاقية نعم طيب يعني حتى هاي اللحظة الأمور تسير بكل بكل بنود الاتفاقية الموضوعة من قبلكم جميعا كأطراف نعم طب ليش نتأخروا ليش المواطنين يعني بيشتكوا لماذا لا تكون هناك سرعة في تصويب الأوضاع بعد الانتهاء من كل مقطع على حد ذاته يمكن هذا هو مطلب المواطنين والأهل في المغير ستي الاتفاقية ما بين سلطة المياه وما بين الأشغال قول الشارع رئيس صلاحياتهم هو أن المقاول لا يستطيع إعادة الإنشاء في الشارع الرئيسي إلا بعد انتهاء من جميع خطوط الصلط الصحي والوسطات المنزلية يعني لكن بالنهاء مطلع شكاو المواطنين ثلاث أسعيبين لغير الشهر وأنا مسؤول عن هذا الكلام يعني بعد الشهر سأحصل هذا الموضوع بعض الله يتعلم إن شاء الله إذن هو يعني يمكن الموضوع أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن لا نلحق ضررا بالمواطنين فيكون العمل بصورة أسرع في المشاريع والمرات القادمة يعني تكون الاتفاقية تنص على بنود العمل أولا بأول في حال انتهاء كل مقطع على حدى في طبيعة المشروع في عادة الإنشاء تختلف عن عادة الأوضاع نعم طيب إذن نتمنى أن نكون قد أحطنا بكافة البنود لهذه الحفريات ونتمنى أن يكون هناك إنجاز في خلال الثلاثة أسابيع المقبلة إلى شهر كما وعد السيد منذر القبلان رئيس اللجنة المحلية في منطقة المغير أشكر كل ضيوفي السيد منذر القبلان والزميل حازم الصيحين والمهندس معنى الربض مدير أشغال إربد وزارة الأشغال العامة والإسكان شكرا لكم جميعا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله إذن مشاهدين المتابعة الأخيرة وهي من مادبة أيضا حيث محول كهرباء داخل منزل يسبب إزعاج وخطورة على سكان المنطقة وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالسيد عبدالله الطيب وعلى الطرف الآخر المهندس أيمن الترتوري مدير مكتب كهرباء مادبة وبداية أبدأ بالأخ عبدالله أخي عبدالله صباح الخير يعطيك العافية الله يسعد صباحك ستي الله يسعد صباحك جميعا يا الله أهلا ومرحبا بك الله يعطيك العافية الله يعافيك إذن ضعنا في تفاصيل محول الكهرباء اللي موجود داخل منزل ويؤثر ويشكل خطورة وإزعاج على المجاورين تفضل أول شيء أنا بصبع على أستاذ مع المهندس يا رب الله يسعد صباحه فإحنا والله يسعدت هذا الإشي بنعانيه من السبع وثمانين نعم من السبع وثمانين وهم مستقدرين مننا قطعة الأرض اللي طبعا ستة بستة طبعا داخل البيت هي خارج البيت داخل البيت يعني أنا مجرز أني أنا قاعد في البيت مطلع على المحول فأنتي بتعرفي خطورة المحول وبتعرفي طبعا والله خطورة ما يعلم فيها إلا ربك طبعا وانتي ستة الفهمات انت عارف أنه يعني بالنسبة للسلامة العامة هذا ماكي سلامة عامة نهائي بالنسبة لنا نعم نعم طب الاستئجار خليك معي سيد عبد الله الاستئجار حصل في العام السبع وثمانين يعني كانت المنطقة فاضية ما فيش فيها هذا البناء ما فيها جور يعني وما فيها نهائي يعني أربع خمس دور كانت المنطقة نعم الآن أصبحت مكتظة يعني شو مكتظة ما شاء الله يعني ما فيش مجال السكنات صار عندنا طب لماذا لم تطالبوا منذ أن بدأ البناء بإزالة هذا أو نقل هذا المحول طلبنا وحاولنا نصل ما دباء قالونا احنا ما دباء ما ندخل هذا اقتصاص عمان نعم رحنا على عمان عمان طبعا حاولنا نتقابل مع مدير عام تبع شركة الكهرباء طبعا من ضمن استدعايات من ضمن واسطات من ضمن من ضمن ما حصلنا نقدر نتعامل مع أي واحد شركة الكهرباء نهائي نعم يعني كل الاستدعايات أفوا من حضرتك سيد عبد الله أنت ساحب قطعة الأرض؟ نعم أنا أو أخواني يعني ورصة هي طيب خليك معي كل الاستدعايات التي قدمت من قبلكم إلى شركة الكهرباء الرئيسة في عمان لم يتم الإجابة عليها نهائي نعم والمشكلة بعيدا عن الإزعاج يعني شو في مشاكل أخرى خلينا نحكي عنها مشاكل أخرى طبعا أنا عندي خطورة أول مبدأ خطورة نعم ثاني إشي حتى الأرض يعني الأرض بهض سعرها يعني حاولنا نبيحها عشان نخلص من المحول والله أي واحد تفرج عليه طيب عناصر الحماية موجودة حول محول الكهرباء؟ ولا إشي حتى البنية حتى البنية تبعت المحول نعم وغير فيها شيك يعني حطين زينكو نعم طيب إحنا شاكرين إلك وسننقل هذا الموضوع إلى ونرحب بالمهندس أيمن الترتوري مدير مكتب كهرباء مادبة مهندس أيمن صباح الخير يعطيك العافية يسعد صباحك وصباحتي مع المشاهدين والمستمعين أهلا ومرحبا بك إذن خطورة يعني بشكل كبير وإزعاج يتسبب به هذا المحول في منطقة أو في قطعة أرض مستأجرة ويطالب أهلها بعودتها يعني ونقل هذا المحول لماذا لا يتم الاستجابة لهم مع وجود هذه الخطورة؟ تفضل أول شي تم إنشاء هذا المحول بال87 نعم نعم كتاب معالي وزير الشؤون البلديات اللي يفيد بأن مجلس القارة ويرغى بتركيب محول على حساب بلت الريب في القطعة 113 حوض رقم واحد لغاية الاستفادة من مشاريع الريب نعم سيدي حتى نحيط بالموضوع يعني ونستثمر الوقت بنعرف يعني الإجراءات التي حدثت لكن الخطورة عندما زاد عدد السكان وزاد عدد المواطنين هذا المحول مثله زي 10.000 محول لشركة الكهرباء لا يوجد عليه أي خطورة وكل مواصفات السلامة العامة القائمة والمحول اللي كان راكب عنده كان راكب على بولتية 33 على الأعمدة المرتفع تم إنزال هذا المحول من استدعاء من الأخ في 2011 وتم تنزيل هذا المحول على القاعدة وتحويله إلى 11.000 طيب عادة عقود الإيجار لو تكرمت عقود الإيجار يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين أصحاب قطعة الأرض حاليا بدهم الأرض تعود لهم وأنه يتم تغيير المحول هذا ما في مجال لإلغاء هذا العقد الإيجار موقع من السيد محمود أبدي يعني هذا عقد الإيجار أبدي؟ نعم أبدي بالطول امتياز مدة الشركة يعني ما في مفر سيبقى هذا المحول؟ للقابل التي تجديد تلقائيا طيلت فترة انتياز الشركة هذا العقد بناء عفوا أنا كشركة كهرباء يعني أنا مش أنا اللي أمنت الموقع المجلس القروي مع أهل المنطقة نعم السيد محمود أحمد الطيب التبرع بهذا الموقع نعم وتام وضع هذا المحول عليه بموجب عقد إيجار نعم قبل أن أعود إلى السيد عبدالله حضرتك تؤكد بمأمونية هذا المحول وبأنه محاط بكافة عناصر السلام العام ولا يشكل أي ضرر على المواطنين والمجاورين لهذا المحول يعني إحنا بنشتغل عليه أنا قبل يومين أنا نفسي عاملين تحويله على نفس المحول وبايتين على المحول عاملين عليه تحويله يعني هل يعقل أني أنا كموظف شركة الكهرباء أشتغل على معدات لتشكل خطورة على نفسي؟ نعم طيب شاكرين إلك مهندس أيمن الترتوري وهذا الرد الرسمي من مدير مكتب كهرباء مادبة وسأعود إلى السيد عبدالله سيد عبدالله هناك عقد موقع بينكم وهو غير قابل للفصل يعني هذا العقد العقد أنت تعرف ما هو العقد؟ العقد أجار 5 دلانير بالسنة هذا نوع آخر هاي تفاصيل أخرى ممكن أن تتبحثها حضرتك بالذهاب إلى شركة كهرباء مادبة هذه أمور أخرى حين نتحدث عن الخطورة والضرر إمكانك المراجعة أنا بس أقعد بعلق على كلام المهندس اللي بيقول لك يعني عقد أنه سنوي جدد هاي طبيعة العقد لا يدلنا بها؟ نعم نعم راجعهم سيد عبدالله راجعهم سيد عبدالله وإن شاء الله سيكون هناك يمكن حلود مقدمة إلى حضرتك اسمح لي أني أشكرك على إثارة هذا الموضوع السيد عبدالله الطيب والمهندس أيمن الترتوري مدير مكتب كهرباء مادبة شكرا لكم أعزائي المشاهدين بهذه المتابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في أمان الله نترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة